تابع وزير الرأي هاني سويلم موقف المشروعات المائية وتدبير الأراضي لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة استعرض وزير الرأي موقف أعمال تأهيل الترع بمراكز مبادرة حياة كريمة بأطوال إجمالية 5733 كيلو مترا حيث بلغت أطوال الترع التي تم نهو تأهيلها 4138 كيلو مترا وجار العمل في ترع بأطوال تصل إلى 1595 كيلو مترا مؤكدا اعداد برنامج زمني لانتهاء من كافة أعمال تأهيل الترع قبل نهاية العام الجاري وأشر وزير الرأي إلى تنفيذ مشروعات متنوعة ضمن مبادرة حياة كريمة في مجالة تأهيل الترع وحماية جوانب نهر النيل والحماية من أخطار السيول والتحول لاستخدام الطاقة الشمسية في رفع المياه من الأبار